ما يجري اليوم أن أردوغان هو المجرم حرب وهو رجل إرهابي بامتياز دول الخليج مدعوة على أن تتوحت في موقفها طبعا تجاه أردوغان قطر ليست محسوبة علينا قطر دولة شادة وخرجت من منظومة الدول العربية من ساعة ما دخلت في جحر تنظيم الأخوان المسلمين وفي جحر تنظيم دعم التنظيمات الإرهابية ودعم الدماعات المتطرفة نحن نتحدث اليوم عن دور خليجي عربي مسؤول بوقف تصدير السياحة العربية والخليجية على وجه التحديد إلى تركيا يعني أنا أستاء كثيرا حين أرى سواح من دول خليج من السعودية من البحرين من دول أخرى وهما يعني ينزلون بكثافة إلى تركيا في الوقت الذي تمارس به الدولة التركية وعلى رئيسها نظام مردوغان الإرهابي سياسة عدائية سياسة بلطجية سياسة بطش تجاه الأمن العربي تجاه الأمن السعودي تجاه الأمن الإقليمي نحن بحاجة إلى موقف عربي موحد وحازم وسريع يتعدى موضوع تشكيل لجان